هنا الكوكيز حاضر واجد. شاهدوا كيف يأتي داير. مكونات موجودة في كل البيت. كما نقولوا مكونات تزيد لك في الذكاء لولادك. مفيد صحي. خير من اللي تروحي تشريه من بره. لا يوجد عارف اقع واشو هم دايرين فيه. أخذ مياه في البيت التاعك. هنا الكوكيز لك نأمله بالشوكولة كما قال. قبيلت ذوق الشوكولة. داحت فيه الكاكاو لا اقوم بعمل كما يعرفت كاكاو. خيرتها الشوكولة ليس بدس لديه الكاكاو. فقط اضبط فاني. ساعدت صغيرة على شوكولة. انت ايه واش تحبدي واش تبيد عائلة اياهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اليوم الامتحانات لأولادنا في المدارس سوف نخدمه مع بعض كوكيز نضع لهم كوكيز صحي أول شيء نحتاجها سوف نخدم برطلة الزبدة تقدري غير 125 زبدة أو 250 غرام زبدة سوف نقوم بها حبة بيت سوف نخدم بها 500 غرام زبدة نضع قرصة الملح سوف نضع 500 غرام زبدة سوف نتخدم بحرارة الغرفة سوف نضع كما سوف نرى كيف يشرفون كيف يشرفون فشرة هديرة كريمية كما تغب النكش ولما لديك البتر ولما لديك الباتر فقدر يبدو بيعيد لديك سوف نضع قليل كوكيز كما هكذا. هنا لازم نقلعه كل شيء. سوف نقلعه كل شيء. هنا سوف نقلع 4 حبات بيض. لا نقلع 4 حبات بيض. لدي 3 حبات بيض كبار. في 250 حبات بيض. في 500 غرام نقلع 4 حبات بيض. لدي 3 حبات بيض. لدي كاس سكر. هذا الكوكيز سوف نقلعه بمكون صحي و مفيد لأولادنا. نفتحه معي. هنا نخلط السكر والبيض مليح. بعد ذلك لدي شوكولة. لدي شوكولة. لدي زبيب. لدي كاس ترشوفان. هذا هو المكون الصحي اللي يطينا فايدة. لدي زبيب يطينا فايدة لأولادنا. لدي زبيب نقطعه. نقطعه مكعبة. ثم نقطعه. ثم نقطعه. ثم نقطعه. ثم نضيف السكر والبيض. والزبدة مليح. ثم نضيف الزبيب و شوكولة و شوفان. ثم نضيف الفارينة و عندي وحدة خميرة كيميائية. شوفي كي تكون الزبدة تريش. شوفوا بالخف تتخلط لكم. نتمنى الصورة هتكون واضحة. شوفي الصورة هها واضحة. ثم نضيف الزبدة. ثم نضيف السكر و مزيف. سوف نضيف العطر الشوكولات و العطر البندق و العطر الكرامين سوف نضيف العطر الشوكولات نضيف العطر الشوكولات نضيف العطر الشوكولات نضيف العطر الكاس و نضيف حبيبة و نضيف الزبيب و نضيف حبيبة الشوكولات و نضيف الفارينة عجينة تكون ضرية و نضيف و نضيف النضيف و عندي وحدة كميرا خمينا الفارينة عندما تستطيع التحسين على العجينة تكون ضرية تكون طريقة نضيد 1 خميرة كميائية تفرخها لا ندخل المطبخ يساعدون كما تكون كيكا كوكيز ندخلهم في المطبخ نزيد في الفارينة نضيف فارينة حتى نضيف نقطع الفيديو حتى نضيف الفارينة ثم نضيف نضيف نشكل حبيبات إذا كان لديك ميزان وزنيهم إذا كان لديك ميزان عينك ميزانك كما رأيكم نكونوا مشاعرين الفرن على 180 درجة ونضيفهم نبعدوا الحبيبات على بعضهم حتى نضيف خميرة كميائية تبغيت تزينهم من فوق نضيفهم حبيبات شوفان من فوق والحبيبات كما رأيكم تشوفوا ونضيفهم 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 في صحن التقديم ونضيفهم 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 خدمة في البيت في التالي وشنقول لكم مع سلامة الفيديو القادم ان شاء الله ان شاء الله ولايك وها ما حبيبات الشوفان اللي ضفناهم كما كنت شوفوا الزبيب وشوكو حبيبات الشوكولة حبيبات سلامة